اربع براءات اختراع عالمية في معالجة الدهون والزيوت والشحوم وكذلك الاستفادة من نفاياتها لعادة تدويرها اذا تحقيق امرين رئيسيين اليوم نحن مع الاستاذ المساعد الدكتور در علي يوسف السادي نرحب بك استاذ در في برنامج العلم للجميع الحقيقة نتشرف بك من دواعي السروري انه استضيفني برنامج العلم للجميع وحضرتك العفو استاذر او دكتور در البراءات الاختراع عالمية يعني محصلها خارج القطر نعم من دولة روسيا الاتحادية دولة روسيا الاتحادية يعني اثناء دراسة الدكتورة اثناء دراسة الدكتورة وبعد دراسة الدكتورة نعم تتمحور حول كيف براءات اختراعك؟ براءات الاختراع الأربعة التي حصلتها تتمحور حول تحسين الخصائص الميكانيكية لزيوت التشحيم واعادة تدوير لزيوت المستخدمة بعد انتهاء عمرها في السيارات والآلات والمعدات الثقيلة جيد نعم يعني أن كلهم نفس الهدف نعم أربعتهم أربعتهم نفس الهدف فقط واحدة منها اللي هي يعني وسطتنا لهذه الفكرة اللي هي أول براءة اختراع يعني حصلت عليها وهي تسمى بالخارج يعني يسمون نموذج منفعة شون نموذج الصناعي بالعراق نموذج الصناعي نموذج الصناعي نعم عبارة عن مطحنة كوكبية هذه المطحنة الكوكبية تستخدم بإنتاج المواد النانوية المواد النانوية المستخدمة بالأدوية وتدخل بهيكل يعني هيكل المواد الصلبة والمواد اللزجة ليش سموها كوكبية كوكبية سموها لأنها عبارة عن أسطوانة تكون بها كرات حديدية هذه الكرات الحديدية تتحرك نفس حركة الكواكب القرص الأسطواني يدور باتجاه والكرات تدور بالاتجاه الثاني فهنا تكون قوة ضرب الكرة داخل هذه الأسطوانة جدا عالية وبالتالي ما حصلته على بالتالي حصلنا عن طريق عمليات القص والضرب ضرب الكرات داخل هذا تفتيت للمواد اللي يعني نوضعها داخل المطحنة الكوكبية الأسطوانة هذه وحصلنا على مواد نانوية ومنها إجدت الفكرة أنه ناخد المواد اللزجة اللي هو زيوت التشحيم اللي تحتوي على غرافية نعم نشطها ميكانيكيا داخل هذه المطحنة الكوكبية نسوي لها تنشيط ميكانيكي حلو وبعد الاختبار تحت المجهر الإلكتروني عالي الدقة وجدنا أنه تكونت مواد نانوية داخل هذه المادة نعم يعني نحن نشتغل بالنانو يعني 10 أسناقص 9 باللغة نعم يعني 10 أسناقص 9 اللي يعرف أنه المليم هو 10 أسناقص 3 والمايكرو 10 أسناقص 6 10 أسناقص 9 وصلنا للنانو نعم يوجد شغل بالبيكرو نعم بالجديد يعني شغل يعني 10 أسناقص 12 إذن نحن أمام فكرة جديدة هو أنه تحسين خصائص الزيوت ليس هذا الهدف الرئيسي نعم ما تمت العملية تمت العملية أنه قلت لك الفكرة جتي عن طريق هذه المطحنة بعد ما اكتشفنا أنه تكونت مواد نانوية تعرف أنت هناك مادة نانوية يستخرجوها من الإغرافيت اللي هي مادة الإغرافين مادة الإغرافين هذه مادة جديدة اكتشفوها عالمين روسيين يدرسون في جامعة مانشستر في إنجلترا اكتشفوها عن طريق الصدفة وهذه المادة أحدثت ثورة علمية الإغرافين الإغرافين الإغرافيت موجود الإغرافين الإغرافين اللي هو عبارة عن طبقة واحدة من الإغرافيت سمكها واحد ذرة سمكها؟ نعم سمكها واحد ذرة من الكاربون يعني سمكها أبعاد ذرية نعم واحد ذرة بالضبط وتقاس هذه المادة تقاس بعدد الطبقات يعني ذات طبقات قليلة ذات طبقات كثيرة وهكذا طبقات القليلة تراوح بين أربعة ثلاثة أربعة خمسة وهكذا الطبقات الأكثر من عشرين فما فوق فائدتها دكتور فائدتها هاي المادة؟ المادة فائدة المادة فائدة المادة هاي بها فوائد يعني حاليا تستخدم بالأجهزة السمارت اللي هي البطاريات بالبطاريات مالتها تكون سرعة الشحن أكثر البطاريات عمرها يكون أطول تمام تستخدم بالشاشات اللمس اللي تستخدم بالهذا بالإضافة إلى استخدامها في زيوت التشحيم اللي هي هاي كانت فكرتنا إحنا إذا نحن وصلنا إلى زيوت التشحيم نعم وأنت عندك ثلاث براءات في هذا المجال نعم ردنا بما يفيد بلدنا يعني هسنا بالعراق عندنا زيوت التشحيم نعم وكنوا عيات جيدة وكنوا عيات غير جيدة ما نقدر نقول رديئة بس تمشي بس مبديش الكفاءة شنو فائدة البراءة مالتكم تطبيقية في تحسين جودة هذه الجيو الزيوت أو الشحوم وشين فائدة هذه البراءة؟ أول شي تعرف أن زيوت التشحيم تنقسم إلى قسمين زيوت التشحيم تتحمل حرارة عالية زيوت التشحيم تتحمل ذات حرارة واطئة بالإضافة إلى زيت التشحيم يسمى زيت التشحيم لغرافيت هذه الموجودة عندنا بالصناعات ما يختلف هذا عن البقية؟ ما يختلف هذا؟ الخصائص مادته أكثر زيوت التشحيم لغرافيت أكثر الذي نشطناه الذي يجعلنا بعد تنشيطه اكتشفنا أنه بدأت تكون مواد نانوية التي هي المادة النانوية لغرافين التي قلت لك طبقة واحدة من الغرافيت عن طريق هذه الفكرة صارت أدنى فكرة أنه نحن نكون مركز نانوي نضيفه بنسب معينة إلى زيوت التشحيم الواطئة الحرارة والعالية الحرارة الآن أريدك تقارير لي أستاذ العزيز نعم دكتور در بين الشحوم الموجودة حاليا والشحوم المعالجة بالمادة المنتجة من براءة الاختراع عمالتكم ما هو الاختلاف؟ ما هو الاختلاف؟ وجدنا بعد ما حللناها مختبريا وميكانيكيا واختبرناها حقليا واختبرناها على المكان والمعدات تعرف أن المكان والمعدات بها وحدات دائما يجب أن تكون بها زيوت التشحيم قصدك المحركات 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 نعم وجدنا أنه زيوت المعدلة المنشطة ميكانيكيا والمضاف إليه المركز النانوي بعد خلطة وجدناها أن معامل الاحتكاك بها اختلف من 2 إلى 3 مرات عن معامل الاقتلاف لزيوت التشحيم التجارية يعني قصدك من 200% إلى 300% من 100% إلى 300% نعم 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 قل الاحتكاك عندنا يعني هذا من يقل الاحتكاك دكتور سيد العارفين نعم وعمر الآلة سيطول عمر الآلة يطول بالضبط يعني تعرفت الآلة دائما تحب أنه واحد يسوي لها خدمات صيانة بين فترة وفتة حتى خدمات الصيانة همين تزداد إلها يعني إذا كانت بسنة أنت احتمال سنة سنتين يعني سيارة الدورية يعني سيارة الدورية يعني سيكون فترات متباعدة أكثر فيما لو استخدمنا الشحوم أو الزيوت القديمة نعم وبالتالي إذن إحنا أمام فكرة رائعة يعني براعة يعني تفيد الصناعات الخاصة بالتقنيات المحركات سواء كانت محركات السيارات نعم أو المحركات الزراعية أو تقنيات أخرى كذلك البيرنج البيرنج يعني البول بيرنج نعم البول بيرنج طبعا أنواع يا بيرنج تقريبا مناسبة إلى كل أنواع البيرنج كل أنواع البيرنج وخصوصا البيرنج الإنزلاقي الذي يكون بدون كرات هذا الذي يكون به درجة حرارة عالية ويكون به الاحتكاك ملامس سطح بسطح يعني هاي الطبقة التي يسمكها سمك ذري سمك بلت البرة واحدة تقريبا نعم نعم أحدثت كل هذا التغيير نعم يعني أحدثت ليس بس هذا التغيير يعني صارت أدنى تغيير أول شيء بدرجة الحرارة داخل الكنتاكت اللي يصير بين الجزئين البيرنج نعم يعني درجة الحرارة قلت بنسبة يعني 30 بالمئة اختلفت عن المنتج التجاري السعة الحرارية أيضا اختلفت ازدادت يعني زيوت التشحيم المعدلة بهذه المادة النانوية المركزة زيان يعني بالمركز النانوي بالمركز النانوي ازدادت عندنا السعة الحرارية إلي يعني قام يختفظ يحتفظ بالحرارة ويطردها بسرعة أكثر فبهيك حالة صار تبريد للمنطقة الاحتكاك وهذا أيضا يطيل من عمر البيرنج طبعا هذا دكتور أكيد البراءة هذه ما دام بلدت حال السويتة أو روسيا نعم 2016 2017 2017 وطبقت عمليا دكتور طبقت عمليا وانتجت أيضا وانتجت نعم دكتور ليش ما نطبقها بالعراق احنا أولد هذا البلد واحنا كله يعني هذا الشغل اشتغلته للعراق هو للعراق يعني أرسلنا ندرس على هذا الاختصاص واني حاضر يعني دكتور هو الهدف من برنامج العلم للجميع الحقيقة وبالذات هذه الفقرة هو أطلع الشعب العراقي على هذه القابليات الرائعة نعم يعني اللي درست خارج القطر وداخل القطر كذلك وانتجت هذه العقول هذه البراءات كلها براءات تطبيقية وتفيد البلد نعم إذا نحنا أمام أنه مناشدة لإستثمار هذه البراءات دكتور عرضتها على الشركة العامة للسيارات والمكان الزراعية في الإسكندرية على أماكن أخرى على وزير الصناعة نعم حاليا لا أنت معرضتها نعم أتمنى أنه يعني تنعرض عليهم أنت بس أرضتها بمؤتمرات مع المخترعين نعم مؤتمر المخترعين جمعية جمعية المخترعين العراقيين نعم كل سعيد بالذات بالبراءات التطبيقية التي تفيد البلد ونتمنى أنه أن هناك آذان صابية وتقدر هذه الجهود الكبيرة وتستفاد من هذه البراءات شكرا جزيلا دكتور در إذن كنا مع دكتور در علي يوسف الساعدي الأستاذ المساعد في كلية السلام الجامعة شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا وإلى الشرف فأنا جدا سعيد